مصطلح زي سودو أستو ميليشا بيتكون من ثلاث أجزاء الجزء الأول هو السودو والبي سايلانت يعني كاذب أو مزيف الجزء الثاني هو أستو يعني عظم أما الجزء الثالث وهو ميليشا يعني لين فيبقى مصطلح سودو أستو ميليشا يعني لين العظام الكاذب أهلا وسهلا بخضراتكم في الجزء الثامن من كورس المصطلحات الطبية واللي هنتكلم فيه النهاردة عن الجهاز العظمي اللي هو سكيلتال سيستم ولو لسه جديد معنا ما تنساش تتفرج على أول سبع أجزاء من كورس المصطلحات الطبية وتشترك معنا في القناة مصطلح سودو أستو ميليشا أنا استخدمته كمثال علشان أوضح مدى سهولة المصطلحات الطبية وإن مهما كان طول أي مصطلح وتعقيده فهو بيتكون من جزئين أو ثلاث أجزاء الجزء الأول هو البريفيكس المقدمة أو البادئة زي سودو وجزء الثاني هو الروت وده أصل المصطلح وغالبا بيكون اسمه عضو زي أستيو بمعنى عظام وجزء الثالث والأخير هو السافيكس إنه هي زي ميليشا يعني سوفتنينج أوف اللي هو لين يبقى لما يقابلنا مصطلح كبير زي أنكيلوزنج سبوندلأيتس ودي تقولها الواتشاب نابسه ما نصدمش من شكل المصطلح ونبدأ في تقسيمه ونتعرف على الثلاث أجزاء الخاصين به أنكيلوزنج هو مصطلح لوحده كامل بس في الحالة دي هنعتبره ببريفكس ومعنى تصلب وسبوندل داروت معنى فقرات وايتس هو السافيكس معنى التهاب فيبقى انكيلوزنج سبوندلأيتس على بعضها يعني التهاب الفقرات التصلبي وهكذا في فيديو النهاردة كل اللي هنعمله هو إننا كالعادة هنلعب لعبة المكعبات هنجيب شوية بريفكس على شوية روتس مع شوية سافيكس ونركبهم على بعض علشان نطلع في النهاية بمصطلح طبي خاص بجهاز العزم زي مثلا مصطلح استوسايت ودي أقولها في رمضان؟ رمضان إيه أفتح حياتك مصطلح واستيو هو روت معنى عزم أو بون وسايت سافيكس معنى خلية فيبقى استوسايت يعني خلية عزمية ومصطلح استيومة وقومة سافيكس معنى ورم فيبقى استيومة يعني ورم عزمي ومصطلح زي استايتس وايتس سافيكس وقلناها بلكده معناها التهاب فيبقى استايتس يعني التهاب عزمي ومصطلح تاني جديد زي كوندرالجيا والروت كوندر أو كوندرو يعني غضروف والصافيكس آلجيا يعني ألم فيبقى كوندرالجيا يعني ألم غضروفي والروت أرثر أو أرثرو اللي معنى مفصل أو جوينت لما نضيف له أي صافيكس زي مثلاً آيتس اللي هو التهاب هيبقى أرثرايتس يعني التهاب المفاصل واللي لما نضيف له صافيكس زي بلاستي يعني عملية إعادة بناء أو استبدال فيبقى مصطلح أرثرو بلاستي يعني عملية إعادة بناء أو استبدال مفصل ومصطلح زي ميلاتروفي بيتكوم من جزئين ميل بريفكس معناها نخاع العظام وأتروفي صافيكس معناها ضمور فيبقى ميلاتروفي مصطلح معناه ضمور في نخاع العظام والجزء اللي بيوصل بين أي عظمتين ببعض بيطلق عليه اسم روباط أو ليجامينت الروت منه هيبقى ليجامينت أو ليجامينتو زي مصطلح ليجامينتو بيكسي وبيكسي هو الصافيكس معناها تسبيت فيبقى ليجامينتو بيكسي يعني تسبيت روباط والضلوع أو الريبس الروت منها هو كوست أو كوستو زي مصطلح كوستو كوندرايتس يعني التهاب في مكان الاتصال بين الضلوع والغضاريف والبريفيكس مينت أو مينتو معناه دأن لما نضيف له الصوفيكس بلاستي هيبقى مينتو بلاستي يعني اللي هو إعادة بناء الدأن وبكده نبقى خلصنا الكوزء الثامن من كورس المصطلحات الطبية وانتظروا بقى الأجزاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة